السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم إخواني في الدرس 21 من الدورة التطبيقية لتعليم التصميم بالإلستريتر سيدور حديثنا في هذا الدرس عن ميزة من ميزات برنامج الإلستريتر وهي الأداة blend أو blend tool وهذه هي الأيقونة blend tool واختصارها الحرف W ابتداء دعونا نعود إلى بيئة العمل الأساسية Essentials ونوسع هذه النوافذ ونقوم بإنشاء ملف جديد وليكن basic RGB والوحدة بيكسل لنظهر نافذة التدرج ونوسع نافذة layers لأنها تلزمنا حتى نوضح عمل هذه الأداة أولا كلمة blend هي تعني التمازج والانسجام وهي تقوم بإنشاء مجموعة من العناصر تبتدأ من عنصر ما ويتحول تدريجيا حتى ينتهي إلى العنصر الآخر لنقوم برسم دائرة وليكن لونها أحمر وكذلك الأمر لنقوم برسم مستطيل هنا وليكن لونه أخضر الآن لدينا عنصران هما الدائرة الحمراء والمربع الأخضر الأداة blend تقوم بإنشاء مجموعة من العناصر تبتدأ من الدائرة مثلا إذا بدأنا من الدائرة وتنتهي بالمربع نقوم بالنقر على الحرف W أو النقر على هذا الزر لاحظوا هذا هو شكل أيقونة الأداة blend عند الاقتراب من أي عنصر لاحظوا ظهور إشارة ضرب وهي تعني أنه في حال نقرت بالماوس سيتم تحديد هذا العنصر للانضمام إلى تأثير أو مجموعة blend لنقوم بالنقر هنا نقرة واحدة الآن يجب أن تنقر على عنصر آخر لاحظوا اقتربنا من المربع ظهرت إشارة زائد وهذا يعني أن هنا المستقر الضرب هي المصدر وهنا المستقر لاحظوا في حال تم النقر على المستطيل والمربع قام مباشرة بإنشاء عنصر جديد كعنصر وحيد لاحظوا إذا قمت بالنقر هذا العنصر هو العنصر blend وهو عبارة عن مجموعة تحتوي مكونات أساسية وهي العنصر المصدر والعنصر المستقر وقام بإنشاء المسار أو ما يسمى العمود الفقري أو السباين وهو يربط بين مركز العنصر الأول ومركز العنصر الثاني بشكل خطي ومستقيم طبعا هذا المسار هو عبارة فقط كمسار إرشادي ولا يمكن أن يأخذ خصائص يعني في حال أعطيته خصائص سواء تعبية أو إحاطة أو سماكة أو أي شيء آخر لا يتقبل منك لأنه يعتبره جزء إرشادي من ضمن هذه المجموعة نعم حتى تتضح الصورة نقوم بتغيير الستروك إلى 25 طبعا نحن هنا عندما حولنا عرض الستروك من 1PT إلى 25% قام بالتعديل على العنصرين هذين لأن هذا لا يؤثر عليه لاحظوا الآن طبعا أظهرت الأوتلاين لكي يتم معرفة ماذا حصل لاحظوا بدأ من الدائرة وبدأ يتشكل للوصول إلى المستطيل هذا ما قصدنا بعملية البليند أو قلنا الانسجام والتمازل وهو إنشاء مجموعة من العناصر تبدأ من عنصر وتنتيب عنصر آخر طبعا في حال أردت تغيير خصائص عنصر ما يمكنك بالنقر داخل المجموعة بليند مثلا على الدائرة الحمراء وتقوم بتغيير لون التعبية إلى لون الأصفر مثلا وكذلك المستطيل تقوم بتغييره إلى الأزرق مثلا وهكذا لاحظ يمكنك من خلال النقر على العنصر لاحظ عند تصغيره أو تكبيره يقوم بالتأثير وكأنه اختار المستطيل والدائرة معا ويعود لتطبيق تأثير بليند من جديد ليأخذ الشكل الجديد الآن ما هي خصائص التأثير بليند بالنقر عليه والذهاب إلى قائمة أوبجيكت نلاحظ هنا القائمة بليند تحتوي على مجموعة من الأوامر الأول هو لصنع البليند في حال كنت قد حددت عنصرين حددت عنصرين وضغطت على من هذه القائمة على الأمر بميك أو بالاختصار ألت ذات كونترول ذات بي يقوم بإنشاء تأثير بليند الأمر المناقض له هو ريليز أو تحرير وذلك ليقوم بتحرير العنصر بليند إلى مكوناته الرئيسية لاحظوا قام وكأنك قمت بفك مجموعة أو أنجروب ولكن في هذه الحالة بعد تحرير البليند ظهر لدينا عنصر جديد وهو كما أسمينا العمود الفقري أو الخط الأرشادي كمسار والآن يمكنك أن تقوم بتعديله كيفما تشاء لأنه أصبح عنصر مستقل لاحظ الآن إذا قمنا بتحديد الدائرة والمستطيل فقط طبعا دعونا نحرك المسار هذا إلى مكان آخر إذا قمنا بتحديد الدائرة والمستطيل فقط مع بعضهم وذهبنا إلى القائمة بليند نلاحظ تفعيل الأمر Make أو Alt-Ctrl-B قام بإنشاء بليند وكأنك نقرت على الأول ثم الثاني لاحظوا وظهر المسار الإرشادي من جديد ولكن سنقوم بالتراجع ولكن إذا قمنا بتحديد الثلاثة معا الثلاثة معا وقمنا بالضغط على أمر Make من قائمة بليند لاحظوا اعتمد المسار على أنه هو الخط الإرشادي أو الإسباين وقام بتحريك الدائرة والمستطيل إلى أطرافه حيث أن الإسباين يجب دائما أن يبدأ من مركز العنصر الأول وينتهي بمركز العنصر الثاني هذه هي القاعدة ولذلك قام بتحريك العنصرين لتتفق مع هذه القاعدة أي لتطابق مراكزهما طرفي الإسباين وكذلك الأمر إذا عدنا إلى القاعدة بليند من جديد سنلاحظ بليند أوبشنز وهي لإظهار خصائص البليند حيث هناك يوجد خاصية للسبيسينغ وخاصية الأوريينتيشن السبيسينغ وهي لتوزيع العناصر بين العنصرين الأساسيين الخاصية الافتراضية هي smooth color أي يقوم بإنشاء عناصر بعدد كبير بحيث تشعر أن هناك تدرجا لونيا من العنصر الأول إلى الثاني سنغلق ولكي يظهر تأثير ذلك يجب أن نزيل الإحاطة لاحظوا لاحظوا الآن بدأ الأمر وكأنه تدرج لوني وهو في الحقيقة عبارة عن كما قلنا مجموعة كبيرة من العناصر ولتقاربها من بعضها البعض تظن أن الأمر عبارة عن عنصر وحيد وله تدرج لوني نعم الأمر الآخر من الخاصية spacing هو specified steps وهو يعني عدد محدد من العناصر لاحظوا إذا قمنا بالنقر على specified steps ظهر هنا 254 أي الآن لحتى نحصل على تدرج لوني ناعم قام بإنشاء 254 عنصرا بين هذين العنصرين ولكن يمكنك أن تحدد له العدد الذي تشاء لننقر على المربع preview ونضع مثلا عشرة لاحظوا الآن قام بإنشاء عشرة عناصر فقط بين العنصرين طبعا هو لا يحتسب العنصرين الأساسيين الآن لاحظوا بالنقصان أقل عدد هو واحد ويمكنك الزياد ولاحظوا تدرج الألوان وتغير الشكل بشكل إنسيابي وكلما زدت العدد اقتربت من بعضها البعض كما قلنا حتى إذا وصلت إلى عدد كبير تحصل على نعومة في التدرج اللوني أما الخاصية الثالثة أو القيمة الثالثة من قائمة spacing هي specified distance حيث يحدد قيمة للمسافة بين كل عنصرين لاحظ الآن كأقل القيمة هنا 4 بيكسل للحصول على تدرج ناعم ولكن تستطيع أن تزيد المسافة مثلا نريد بين كل اثنين 11 بيكسل أو مثلا 20 بيكسل حيث يقوم بتقسيم تقسيم كما قلنا المسافة هذه على البعد أو الفراغ الذي أنت حددته هنا وعلى أساسي يحتسب عدد العناصر إذن عملياً العلاقة بين specified steps و specified distance هي عبارة عن عامل بحيث يحقق هذه المسافة نعم بالنسبة لهذه سنتطرق إليه بعد قليل لأن التأثير الآن لن يظهر حيث أن الخط الإرشادي مستقيم هو فقط يظهر في حال كان الخط الإرشادي غير مستقيم عبارة عن منحني إذن كيف نستطيع أن نجعل هذا الخط الإرشادي بشكل منحني لدينا عدد طرق إما من تحديد العنصر باث و مثلاً بالنقر على أداة القلم الآن لاحظوا تستطيع هنا إضافة نقطة مثلاً ونقوم بتحريك النقطة لاحظوا كيف قام بتوزيع العنصر على القطع المستقيمة ولو أن هذه القطع مثلاً منحنية لاحظوا كذلك الأمر يتعامل معها لأنها منحنية وهكذا سنقوم بالتراجع الأمر الذي نستطيع أيضاً أن نقوم به سنقوم بتحرير العنصر العنصر ونحذف هذا وهو أن ترسم أنت منحني وليكن هكذا مثلاً مثلاً طبعاً نكون Shift X لتبديل الألوان لا يهم ولكن لرؤية المنحني بعد أن نحدد المنحني ونقوم بتنسيقه نقوم بإزال اللون ثم نحدد العناصر الثلاثة معاً وبالضغط على Ctrl Alt B أو من القائمة Blend Make لاحظوا أحضر الدائرة إلى طرف المنحني من هنا والمستطيل إلى طرف المنحني من هنا وقام بعملية التدرج حتى حصلنا على هذه النتيجة كذلك الأمر لو كطريقة ثالثة لتغيير المسار لو أن لدينا Blend موجود ونريد أن نغير مساره إما بالتحويل أو التعديل على المسار مباشرة كما ذكرنا أو برسم مسار جديد وليكن هكذا هكذا ثم مثلاً هكذا الآن يوجد لدينا أمر إذا حددنا المجموعة Blend مع المسار الجديد يوجد أمر من قائمة Blend يدعى Replace Spine حيث يقوم باستبدال المسارين لاحظوا الآن قام باستبدال المسارين وقام طبعاً بحذف المسار السابق أي عملياً كأنه قام بتطبيق عملية Blend على الدائرة والمربع أو العنصر الأول والثاني على المسار الجديد وحصلنا على هذه النتيجة كما قلنا هذه عدة طرق لتعديل Spine أو تحديد Spine هناك بعض الأوامر ولكن دعونا نغير في الخصائص نجعلها عدد محدد من الخطوات هكذا لاحظوا لاحظوا بما أن العنصر الأول هو الدائرة فإن العنصر الثاني يأتي فوقه وهكذا حتى نصل إلى المستطيل إذن عملياً كترتيب طبقي هو يبدأ من الدائرة في الأسفل وينتهي بالمستطيل في الأعلى إذا أردنا تغيير الترتيب بحيث يكون المستطيل في الأسفل والدائرة في الأعلى لدينا طريقتين إما نبدل بين هذين العنصرين لاحظوا إما نبدل بين هذين العنصرين نقوم بالتراجع أو من خلال القائم blend يوجد أمر reverse front to back أي قلب عملية الترتيب من الأمام إلى الخلف لاحظوا يعطي نفس النتيجة وطبعا تلقائيا يقوم بتغيير الترتيب هنا الأمر الآخر إذا كان لدينا عنصر blend يوجد أمر أيضا هو reverse spine حيث يقوم بقلب اتجاه المسار وبالتالي يقوم بنقل العنصرين أي لقلب بداية ونهاية البلند لاحظوا لو أعطينا هذا الأمر قام بقلب المسار وشيء طبيعي أن يقلب العناصر هذا فيما يتعلق بالأوامر كما قلنا عملية release هي لتحرير تحرير مجموعة blend أو العنصر blend إلى عناصر الأساسية أما expand يقوم بتحويل العنصر blend إلى مجموعة عناصر أساسية وكأنها شبيهة بالعنصر expand هنا لاحظوا وقام بتحويل إلى مجموعة طبيعية أي قام بتفكيك العناصر إلى عناصر أساسية بحيث يمكنك فك الجروب واستخدام كل واحدة منها على حدة وهذه ستعطينا أيضا ميزة سنشرحها بعد قليل نعم نأتي إلى أمر آخر لو أن لدينا خطا مستقيما هنا بلون أحمر ولدينا خط آخر هنا بلون وليكون أزرق بالضغط على أمر blend لاحظوا عند الاقتراب من الخط إشارة ضرقنا للبداية والزائد للنهاية وقام بإنشاء تدرج طبيعي لاحظوا سنقوم بالتراجع لو نقرنا هنا نعتبر هذه البداية وهذه النهاية وتعطي نفس النتيجة تعطي نفس النتيجة على اعتبار أنه في الأساس ترتيب الأحمر أنه هو في الأسفل أنه هو في الأسفل سنقوم بالتراجع ولكن لاحظوا عند اقتراب المؤشر من إحدى الأطراف أو إحدى النقاط المسار لاحظوا يصبح لونه أسود وهذا يعطيك أنه يقع فوق نقطة من النقاط وهذا يفيدنا عند تحديد شكل التدرج حيث يمكنك أن تحدد طريقة التدرج بتحديد نقطة البداية ونقطة النهاية فمثلا لو نقرنا هنا لاحظوا وأتينا إلى هنا لاحظوا المربى الأسود النتيجة أنه سيقوم بعملية التدرج ولكن بحيث هذه النقطة تنتهي هنا لاحظوا إذن عمليا قام بعملية التدرج ولكن حرص على أن يبتدئ التدرج من هذه النقطة والنقطة تتدرج أو تتحول تدرجيا لتصل إلى هنا وبالطبع أيضا النقطة هذه ستصل إلى هنا هذا ينطبق على أكثر من أمر لو كان لديك مسار بعدة النقاط مثلا نجمة أو مسدس أو شيء تقوم بتحديد النقطة من النقاط في العنصر الأول ومن ثم نقطة من النقاط في العنصر الثاني فيقوم بعمل التحويل بحيث هذه النقطة تنتهي عند تلك النقطة نعم سنقوم بتحرير هذا سنقترب من هنا وسنقوم بإنشاء مسار جديد وليكن لونه أخضر الآن لدينا ثلاثة مسارات ثلاثة مستقيمات أو عناصر يمكننا من خلال أداة أن ننقر على الأول ثم الثاني لاحظ قام بإنشاء التدرج الآن هو يعتبر آخر عنصر تم النقر عليه هو بداية لعنصر جديد يعني أي بإمكانك الآن أن تنقر هنا أيضا لاحظوا قام بإنشاء التدرج هنا وهكذا أي لو كان لديك عدة عناصر يمكنك أن نقر عليها بالترتيب ليقوم بعملية التحويل بينها جميعا ويجمعه كل في أداة بلند واحدة سنقوم بالتراجع كذلك الأمر يمكنك النقر كما قلنا أن تحدث هذه النقطة تنتهي هنا ثم تنتهي هنا لاحظوا ظهر بهذا الشكل سنقوم بالتراجع وسننقر بشكل طبيعي لاحظوا هنا وهنا الآن المسار هذا لاحظوا أخذ المركز من هنا إلى هنا إلى هنا إذن هذا هو المركز لاحظوا لو كان لدينا هذا المسار عبارة عن منحني سنقوم بإنشاء مثلا وليكن ثم نقوم لاحظوا نقوم بالنقر هنا مع delete لحذف هذا الجزء وكذلك الأمر هذا الجزء نعم إذن أصبح لدينا هنا مسار نستطيع أن نحدد العنصرين ونقوم بالأمر كما قلنا replace لاحظوا قام بنقل النقاط أو المسارات والتدرج إلى المسار الجديد نأتي الآن إلى الخاصية التي أجلناها وهي من قائمة blend option لاحظوا الآن هذه الأداة تعني أنه يقوم بجعل كل عنصر تم إنشاؤه بشكل عمودي على المسار ولذلك حصلنا على هذه النتيجة لاحظوا لو قمنا بتعديل المسار لأن مثلا هكذا ربما تظهر بشكل أوضح لنجعل لنجعل الخاصية blend تأخذ ولي خطوات خطوات محددة حتى تتضح الصورة ولي يكون خمسية لاحظوا هذا هو الفرق هذا يجعلها كلها عمودية ولكن هذا يجعلها عمودية على المسار أي يتم ملاحقة المسار هذه طبعا ربما تفيدنا في بعض التصميم كسكة قطار مثلا أو أشياء أخرى زخارف طبعا بنفس الطريقة expand يقوم بتحويلها إلى مجموعة مسارات يمكنك التعديل عليه مع حذف المسار الإرشادي أو العمود الفقري للblend لا شك أيضا أننا نستطيع استخدام الخصائص الأخرى فمثلا لو قمنا بإنشاء وليكن شكل سداسي وجعلناه بدون إطار وجعلنا لونه وليكن أحمر أو يمكن أن نعطيه تدرج لوني مثلا من الأحمر إلى الأصفر وقمنا بإنشاء شكل وليكن هنا نجمي ولكن في هذه الحالة أعطيناه تدرج آخر وليكن مثلا من الأزرق إلى البرتقال مثلا تستطيع أيضا النقر هنا والنقر هنا لاحظوا الآن لأنه ليس العناصر عبارة ألوان صافية حتى يعطينا تدرج ناعم لذلك أعطانا عناصر محددة تذهب إلى خصائص البلند وتنتقل لتقوم بزيادة لاحظ الأشكال كما تشاء طبعاً نعم وشكل بلون أزرق ومثلا نجمة بلون أخضر وكذلك الأمر جعلناهما كمجموعة الآن لدينا مجموعتان وليس عنصران مجموعتان لاحظ لو قمت بالنقر هنا ثم هنا قام بإنشاء أيضاً تدرج بين المجموعتين لاحظوا المجموعتين وفقها نفس المسار من خلال الخصائص تستطيع أن تزيد عدد الخطوات وهكذا كذلك الأمر يمكننا أن نقوم بعملية التحويل بين رمزين على فرض أتينا بهذا الرمز وهذا الرمز مثلا وباحتيارهما مثلا قامت بليند ميك لاحظ قام بعملية إنشاء تحويل بين هذين الرمزين يمكن أن نستثمر عملية البليند في إنشاء بعض التأثيرات على التصاميم والتي غالباً ما نراها في كثير من التصاميم على سبيل المثال لو أن لدينا منحني ما وليكن مثلا هذا المنحني وعطيناه اللون وليكن أحمر وقمنا ببعض التعديلات ليعطيه نوع من الإنسيابية ثم أنشأنا وليكن منحني آخر مثلاً مثلاً هكذا وعطيناه لون أخضر وليكن لاحظوا الآن من خلال عملية البليند ننقر هنا ثم هنا حصلنا على هذا التأثير ومن خلال الخصائص نستطيع أن نقلل لاحظوا مثلاً هذا هو التأثير أظن أنكم لاحظتم مثل هذه المؤثرات سواء في صفحات الإنترنت أو كخلفيات للألعاب وما شاف ذلك وكتأثير آخر أو استثمار آخر لهذه الخاصية دعونا نشئ مستطيل ونعطيه طبعاً نزيل الإطار ونعطيه تدرج لوني ونقوم مثلاً بجعل اللون إلى الأسود ولكن هذا الأسود نعم كمثال نقوم بقفل هذه الطبقة الآن ننشئ مثلاً ونعطيها لوناً أبيض أفوال للإحاطة لون أبيض نعم نقوم بإنشاء مثلاً منحني آخر يبدأ من هنا وينتهي وينتهي وليكن هنا الآن الآن لدينا هذا وهذا نقوم بإنشاء بليند وخلال الخصائص نحن نحن نستطيع الحصول مثلاً على هذا الشكل ونعطي الشكل الخاصي ولكن 10% لاحظوا مثلاً حصلنا على هذا التأثير كما يمكنكم التعديل التعديل عليه للحصول على أي شكل تريدونها المهم الفكرة نعم وهكذا هذا فيما يخص عملية البليند بين الخطوط نضغي القفل بقيت مسألة وهي كيف أنه يمكننا استثمار كيف يمكننا استثمار عملية البليند في إنشاء ملفات فلاش حركية سنقوم مثلاً بهذه الحركة سنصنع هنا دائرة ولتكن بلون طبعاً بدون إطار بلون أسود ونقوم بإنشاء نفس الدائرة ولكن هنا بلون أبيض سنحددهما معاً كونترول ألت بي أو ميك من قامة بليند أو من الأداة بليند بنقر هنا ثم هنا نحصل على هذا الشكل ولكي نخفض الخطوات لنجعل مثلاً مئة أو أقل مثلاً وخمسة وعشرين ونقوم الآن لدينا العنصر بليند سنتبع الخطوات التالية لإنشاء ملف حركي يبدأ من الدائرة السوداء وينتهي بالدائرة البيضاء كيف ذلك؟ ابتداء نقوم بتوسيع عنصر البليند نحدد عنصر البليند ومقامة بليند نقوم بعملية اكسباند لاحظوا الآن حصلنا على مجموعة تتضمن هذه العناصر يجب أن تكون المجموعة محددة كما قلنا لا يجب أن نحدد اللير أو إحدى العناصر يجب أن تتحدد المجموعة نلاحظ هنا يوجد release to layers sequence ننقر عليها لقد قام بفصل كل عنصر من هذه العناصر إلى layer مستقلة وفق ترتيب معين والآن بهذا الشكل الآن من القائمة فايل نقوم بعملية التصدير ونحدد النوع فلاش swf ونعطيه اسما وليكن lesson 21 والآن يسألنا عن خصائص الملف الفلاش الذي نريد يجب أن تعطيه خاصية كل طبقة illustrator أن يحاولها إلى frame في ملف الفلاش أن يحاولها إلى ملف frame حتى تنشأ لدينا الحركة وبعض هناك بعض الخصائص أخرى ربما يدركها الذين يتعاملون مع الفلاش بشكل أكثر سنقوم الآن بالحفظ تم الآن تم إنشاء الملف لو قمنا الآن بتشغيل الملف قاموا بإنشاء الحركة اعتمادا على العناصر التي تم تولدها طبعا هنا إنشه كحركة لمرة واحدة وربما من خلال برنامج الفلاش أو عند وضع داخل مثلا المواضيع يوجد بعض الخصص لتجعله يتحرك بشكل دائم ما يهم بالموضوع أننا شرحنا أو أردنا أن تعرفوا ما هي الطريقة التي يمكن أن نستفيد منها من الإستريتر لإنشاء ملفات حركية بسرعة هذا فيما يخص هذه الميزة وحتى درس قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته